بما أنه هذا الطبيب هو صاحب خبرة وخبرته هي اللي تعين مرض الإنسان إحنا الآية اللي عندنا استثنت المريض والمسافر استثنتهم من الصيام وذكرة شنو أنه وعدتهم من أيام أخر يعني لازم كون تقضيهن بس شوك التقضيهن تقضيهن حينما يرتفع هذا المرض ها كلام الدكتور يعني حجة ويأخذ به وتترك الصيام لقوله بس ينبغي أن يكون هذا الدكتور هو الأفهم مثلا في مجاله يعني مو مثلا أكو دكتور آخر يعارضه يقل له لا تقدر سوم أكو دكاترة هم مو صح مختصين أصحاب خبرة البعض منهم بس هو يجوز ما عنده ذاك المفهوم الديني ولا عنده الالتزام الديني خاصة في شهر رمضان وأبسط شيء قال للمريض يابه لا تصوم هل من الممكن مع العلم هذا هو أبو خبرة وأبو اختصاص؟ نحن نعتمد على خبرة بس ما أنه علاقة بمسألة التزامات خبرة شو تقول؟ تقول هذا مريض ولا ينبغي له أن يصوم هذا كافي نعتمد على خبرة وما أنه غرض بالالتزامات الدينية يعني مو شرط أنه يكون ملتزم دينيا ويخبرنا بمرض المريض أنا أقصد سيدنا في قضية التزامة لبعض الناس يقولون ها اسم هو مريض مع العلم الحالة الصحية ما أنت تتحمل للصيام بس هو يقول لا لو فرضنا ما عندنا دكتور مسلم عندنا دكتور مسيحي عندنا دكتور يهودي هذا خوش هذا إذا قال أن الصيام يضر يعني ما نأخذ بقوله؟ لا نحن اللي نستفاده من قول الدكتور شنو نستفاد؟ نستفاد خبرته هي اللي تعيننا أنه هذا مرض يمتنع معه الصيام هاي كلش كافي